اهلا ومرحبا بكم وعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في نهاية الشهر الماضي حزيران قبل ايام قليلة تحديدا يوم 30 حزيران الماضي مرت الذكرى 103 لقيام ثورة العشرين طبعا قيمة هذه الثورة تأثيرها على العراق وما حققت الثورة ومن شاركوا فيها كل العراقيين وكيف قاتلوا وكيف كانت البطولة وما الذي حققوه وما هي الراية التي استظلوا بها كل هذا يعني معروف لديكم لا نتحدث عنه لكن هذه المناسبة الحقيقة في كل سنة وخاصة العشرين سنة التي مضت من احتلال العراق لحد الآن يجد في هذه المناسبة وكأنه ظلتهم فيبدأوا في الكتابة والخطابة وإلقاء الخطابات نشر البيانات عن الثورة وهذا معروف كجزء من محاولة تسويق أنفسهم وحزابهم وكياناتهم على أنهم يعني يمثلون يمثلون الوطنية العراقية يمثلون العراق الوطني الخالص صاحب المبادئ وينتمون إلى هذه الثورة وثورة العراق الكبرى هم أبنائها هكذا يقولون والكثير منهم تحدثوا عن ذلك والكثير من الذين قتلوا العراقين وسرقوا أموالهم ودمروا بلدهم وتعاونوا إلى الأجنبي وهذه هي المصيبة نحن نتحدث عن 20 سنة مضت لأن كل الذين حكموا العراق في هذه الفترة هم أجراء للأجنبي سواء الأمريكي أو الإيراني ليس لهم علاقة بالعراق والدليل أن العراق من سيء إلى أسوأ 20 سنة موارد العراق شيء خرافي هائل جاءت موارد من النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط وسبب كميات المصدرة هائلة وصلت أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار لكن عندما تنظر إلى العراق ستجد بلد بهذا الغنى بهذا الثراء الهائل وثلاثة أربع سكانة هم من الفقراء 13 مليون منهم تحت خط الفقر يأكلون من النزابل باعتراف هذه الحكومات باعتراف وزارات التخطيط وكل الإجراء له بلد هو من بين العشر بلدان الأكثر فسادة في العالم بلد مخرب مدينة بغداد العاصمة هي أسوأ مدينة في الدنيا بلد فاقد للأمان للسيادة للإستقلال لكل شيء بلد تحكمه الميليشيات والسلاح المنفلت ولا قانون في البلد هكذا هكذا البلد فالذين يحكمون هذا البلد يعني ليس لهم حق وليس لهم أي شرعية في الانتماء لهذه الثورة هذه الثورة كانت ثورة وطنية مباركة والذي يجعلنا يعني كنا نتحدث في هذه الذكرى أنه في هذه السنة وجهت أحاديث وخطابات من مسؤولين من يصفون نفسهم بالمسؤولين وفقا كذا تصدرون المشهد في العراق ونضمنهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء الحالي اللي رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي قال ربما أكو ثلاث نقاط ربما نتحدث بيها قال قال لقد كانت ثورة العشرين تجسيدا حيا وتعبيرا واقعيا عن اعتزاز العراقيين بتجربتهم وسيادتهم هذا واقع حال لكن أن يقول هذا عراقي بسيط مو من بلده وبوطنه بيسعى لخير وطنه من حق أن يقول هذا وأن يكتبوا التاريخ هذه العبارة بشكل واقعي ثورة العشرين جسدت بشكل حي وعبرت بشكل واقعي عن اعتزاز العراقيين بحريتهم وسيادتهم هذا واقع حالي وقال أيضا لكن لا يحق لمن جاءوا مع الأجنبي لمن يخدمون الأجنبي لمن يخدمون مشروعا يدمروا العراق ويرعون الفساد ويرعون الخراب والطائفية والفكر الطائفية ويفرقون هذا عن ذاك لا يحق لهم الحديث عن هذا هكذا أمور لأنها تتقاطع مع ما يفعلونه النقطة الثانية يتحدث بها قال رسمت الثورة طريق العراق نحو لي الحقوقه في الحرية والدستور وعدم الخضوع للإرادة الخارجية أو الارتهان لها طيب إذا كانت هذه الثورة هكذا ترونها لماذا ارتضيتم أن تفرطوا بحرية العراقيين وحرية العراق وبهذا الدستور لماذا قبلتم بهذا الدستور الكسيح الذي يفرق العراقيين على أساس كيانات وليس على أساس مواطنة لماذا أخرعتم إرادتكم لإرادات خارجية وارتهنتوا إلها ما هذا واقع العراق العراق مرتهن ليه حتى الحكومات لا تشكل إلا بموافقة قوى دولية وقوى إقليمية واضح لم يتوافق السفيري الأمريكي والسفيري الإيراني لن تحصل أي حكومة على الضوء الأخضر على التشكيل وقال أيضا اليوم نستلهم منها أي يستلهمون من ثورة العشرية من ذكراها كل المعاني الوطنية التي يمثلت حكاية شعب دونها التاريخ في أرفع محطاته وعلىها مكانة الله أكبر إذا كنتم تقول نستلهم ما هو هذا الاستلهام أليس من دليل على هذا ما هو أثر هذا الاستلهام على أرض الواقع كيف تستلهمون من هذه الثورة هذه الثورة لم تكن سنية لم تكن شيعية لم تكن جنوبية لم تكن غربية لم تكن وسطية لم تكن شمالية لم تكن شرقية هذه ثورة عراقية من قام بها أهل العراق كلهم سنة وشيعة وكردا وعربا ومسيحيين ومسلمين والكل الكل ضد الأجنبي ضد ارتهان للباطل وقدموا تضحيات جسيمة وكانت بريطانيا هي القوة رقم واحد في العالم مثلما أمريكا كانت ولا تزال القوة رقم واحد في العالم كانت بريطانيا القوة رقم واحد سلاحا وتسليحا واقتصادا وسياسة وكل شيء ومستعمراتها كانت سميت لا تغيب عنها الشمس امبراطوريا لا تغيب عنها الشمس الشمس وإنما تشرق أقوالها مستعمرات بريطانية طيب واجهوها بسلاح سلاح معدوم والسلاح اللي موجود بأيديهم كان سلاح خفيف وبسيط وكانت مدججة قوات مدربة ومدججة بكل الأسلحة وطائرات لكن واجهوها بسالة دفعة وعشرات آلاف آلاف من الشهداء لكن خسروا البريطانيين كثير واضطروا البريطانيين في لحظات معينة في ساعات وعيام معينة حتى في مجلس العموم البريطاني كان هناك صوت عالي جدا جدا لانسحاب من العراق وانهاء احتلاله وانتدابه لأن الخسائر كبيرة جدا جدا أكثر من أربعين وشوفوا المبلغ هذا قد يساوي في ذلك الوقت ففاقد الشيء لا يعطيه من يتحدث عن الاستلهام المعاني الوطنية عليه يعني يقول لنا وين هذا الاستلهام وين هاي المعاني الوطنية إذا كنا بلد يرعى الفساد ويرعى الخراب ويرعى الطائفية والدستور يفرق الناس ولا ميليشيات تتحكم بالشارع وتتقاسم الأموال وعشار تتقاتل فيما بينها وسلاح منفلت في كل مكان والقانون يعني فقط تطبق على الفقير والضعيف واللي ما لا ظهر كيف يمكن أن تتحدث لمثلة حكاية الشعب دونها التاريخ هذا للشعب أنتم ليس لكم علاقة بالشعب هذا وقع الحال وهذا ما ردنا أن نتحدث فيه عن ذكرى عزيزة على كل العراقيين هي ذكرى ثورة العشرين تلك الثورة التي أسست أو أعلنت قيام المدرسة الوطنية العراقية هذا واقع الحال الحقيقي ووقت هذه الحلقة انتهى عزيزة المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر